بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة المحاضرة الثانية من الدرس الثالث اللي عنوانه Properties of Pure Substance أو خواص المواد النقية نكمل ما بدأناه آخر سلايد بالنسبة للمحاضرة الماضية وهو Vapor Pressure Curve Vapor Pressure Curve زي ما قلنا المرة الماضية راح يمثل لي Pressure في Y and Temperature في X وهنا تعرفنا على أو راح نتعرف على المعنيين المعنى الأول أو الكلمة الأولى اللي هي Saturation Temperature الكلمة الثانية اللي هي Saturation Pressure بالنسبة للكلمة الأولى Saturation Temperature أو أيضا تسمى Boiling Point يعني إيش نقطة الغليان تمثل هذه الدرسة الحرارة تمثل ماذا At which Vaporization take place at a given pressure يعني هي النقطة التي يبدأ الماء فيها بالغليان أو السائل بالغليان فتسمى هذه Saturation Temperature فمثلا عندما يبدأ الماء بالغليان عند 100 درجة مئوية في ضغط 1 أتموسفير فتسمى 100 درجة مئوية تسمى Ace Saturation Temperature الكلمة الثانية اللي هي قلنا Saturation Pressure نفس المعنى ولكن هنا عندما نأخذ درجة حرارة معينة درجة حرارة معينة ثم نحاول أن الضغط نغير الضغط ففي نقطة معينة من هذا الضغط يبدأ الماء عندها بالتحول من حالة إلى حالة الحالة هذه أو تغير الحالة من Liquid إلى بخار أو من بخار إلى Liquid تسمى إيش؟ تسمى Saturation Pressure فزي ما قلنا المرة الماضية بما أنه بالنسبة لكل الضغط فمثلاً لو أخذ ضغط 1 أتموسفير ورح نروح على الكيرف هذا نرجع هنا نحصل نقطة فقط النقطة هذه إيش تسمى؟ تسمى Saturation Pressure أيضاً نفس المعنى لو أخذنا هنا أخذنا درجة حرارة معينة وإيش سنسويوا لها درجة حرارة هذه؟ نحاول عندها نغير الضغط لو أخذ درجة حرارة هذه ونبدأ بتغيير الضغط بالزيادة أو بالنقصان فرح نشوف كده أول ما نصل الكيرف هذا نرجع هنا نحصل النقطة هذه تمثلي Saturation Pressure بعدين الموديل الكيرف الثاني أو الدياجرام الثاني الدياجرام الثاني يسمى تيفي دياجرام يعني يربط علاقة درس الحرارة بـ specific volume فهنا رح ناخذ ماء من النقطة أو مية من النقطة واحد ونحاول أني نغلي الماء إلى درجة معينة بالطبع هنا نستغل في واحد ضغط جوي اللي هو معروف لجميع الطلبة ثم إيش؟ نحاول أني نغلي لما نوصل دغلية الماء إلى 100 درجة مئوية وتحديداً عند النقطة اثنين إيش يحدث؟ يحدث أن الماء يبدأ بالغليان الجزء هذا من النقطة واحد إلى النقطة اثنين سميناه سبكولد لكود طيب كلمة سب يعني إيش؟ يعني أقل كولد تجميع الكلمتين مع بعض رح تسمى إيش؟ تسمى باللغة العربية مبرد فكلمة مبرد مقارنة بالمئة درجة مئوية يعني ستين درجة أقل من مئة درجة مئوية فيسمى هنا سبكولد لكود تكملت هذا الكيروف رح نشوف هنا أول ما نوصل للنقطة اثنين فرح نتحصل إيش؟ على نقطة تسمى ساتوريتد لكود يعني إيه ساتوريتد لكود؟ يعني هي رح تكون سائل ولكن شباب هنا إيش نقول؟ تبدأ أول نقطة بخار بالظهور فيسمى سائل مشبع يسمى سائل مشبع من النقطة اثنين إلى النقطة ثلاثة إلى النقطة أربعة يعني في هذا السطر يبدأ تحول السائل روينا روينا إلى بخار الماء إلى أن ينتهي للنقطة أربعة اللي عندها يكون إيش؟ يكون السائل تحول كليا إلى بخار الماء لكن تبقى أثر بسيط للسائل فيسمى هذه النقطة أربعة تسمى ساتوريتد إيش؟ ساتوريتد فيبر بعدين عند النقطة أربعة اللي كنا فاها أثر بسيط للسائل نزيد تسخين الماء رح نتحصل على إيش؟ نتحصل على سوبر هيدد فيبر أو بخار ماء مسخن بخار ماء مسخن واللي هو مكتوب هنا طيب هنا نكون خلصت المحاضرة الثانية فقط هنا نسأل سؤال بالنسبة لسبكولد ليكويد أو سوبر هيدد فيبر لماذا سمت تسمية سوبر هيدد فيبر ولماذا تمت تسمية سبكولد ليكويد